أكد وزير الخارجية خلال اتصاله مع وزير خارجية إيران المكلف علي باقري على الموقف المصري الداعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي لزيادة حدة التوتر والمواجهة في الإقليم ومؤكدا على موقف مصر الرافض للسياسات التصعادية الإسرائيلية وسياسة الاختيالات وانتهاك سيادة الدول مشيرا إلى أن تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعب معه احتواء الأزمة من جانبي أعرب وزير خارجية إيران المكلف عن تقديره للمبادرة المصرية بالتواصل وحرصها على أمن واستقرار المنطقة